أنا بس في المداية خلص العزاء لدعاء إسلامي قدير وعزيز وكان غيري جدا علي وكان دايما بيقول أنا أول ظهور لي كان في عاما يتسألون وكان دايما بيدين بالفضل هذا البرنامج شيخ حسن الجداني فقدناه وخلص العزاء كان مهذب ومتواضع وخلوق وعلى علم فخلص العزاء لينا وللإعلاميين والسادة المشاهدين والأسرته ولكل متابعي في العشر من رمضان وهو كان يعني علم من أعلام الفتوى والدعوة في محافظة الشرقية فخلص العزاء له النقطة الثانية عايزة أقول فيها ده رسالة موجهة لحضراتكم من الدكتورة سعاد صالح وتصفق المقارنة بجماعة الأزهر هي بس بتقول يا جماعة احنا في شهر رمضان الكريم ما ينفعش يتم يعني بيقولوها ما لم تقولوا وهي دكتورة سعاد صالح ما فتتش إن السجاير حلال في شهر رمضان هناما سئلت عن التدخين والسجاير قالت فيه أراء كده بتقول كده فيه أراء بتقول كده ولكن أنا على يقين إن التدخين حرام وبطالب دار الفتوى بإصدار فتوى رسمية بتحريم شرب السجاير في نهار رمضان فبلغتها قلت لنا حبلغ السادة المشاهدين عندي يعني اللي بقدر عليه بعمله فبتمنى من حضراتكم اللي بيجي له السالة من هذا النوع ما يشايرهاش حتى لا يعني حتى لا تعمى الفساد أو يعني الشيء اللي هو يحزنه هو انتشار الفتاة والخاطئة يعني